قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث منزلي لسكان مناطق متنوعة بالقاهرة وذلك ضمن مبادرة فرح ألبي والتي أطلقتها المؤسسة يأتي هذا في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية في إطار مبادرة فرح ألبي والتي أطلقتها مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قامت المؤسسة بتوزيع أجهزة عرائس وأثاث منزلي على المواطنين الأكثر احتياجا وذلك بمقر المؤسسة في محافظة القاهرة نحن النهاردة عندنا 68 أسرة بيتم تسليمهم النهاردة الأجهزة الكهربائية مطابخ مراتب سرائر أجهزة عرائس وبصراحة الحدث ده بيتكرر عندنا مرتين في الشهر على مستوى القاهرة بيتكرر مرتين في الشهر على مستوى الصعيد نحن من ضمن المهام الرئيسية عندنا في الخدمة أن نقدم الاحتياجات الإنسانية لأساس المنزل لأن من العيب علينا إحنا كإنسانية يعني أن يبقى فيه واحد عايز يشوف كبات ما يسعى ومش عارف أعضاء المؤسسة قاموا بعمل مسح ميداني في المناطق الأكثر احتياجا لتحديد الأسر قبل تقديم الدعم حتى تذهب الخدمة لمستحقيها نحن عندنا على البيتجي بتاع الصفحة موجود حاليا خط الإغاثة ده بيتواصل مع كل ذو احتياج أيا كان نوع احتياج وإيه بيتواصل معنا وبيحولولنا الحالات وبنبتدي إحنا نعمل متابعة مع الحالات وننزل لهم زيارات ميدانية براس الاتصالات الثانية الخاصة بسات المساشار أو بأحد القادة بتتحول لنا برضو عن طريق خط الإغاثة بنشوف كل واحدة حسب ما محتاجة في ناس ما محتاجة تلاجة غسلة في ناس بتاخد بالقعدادة حشان حسب ما محتاجين تمام احنا الأول بنوض معهم بنشوفهم محتاجين ايه تمام وبعد كده بنعلق الأساميع لكل واحدة محتاجة تلاجة أو غسلة أو كده وبعد كده هما بيجوا ياخدوهم وكتر خيرهم بأمينة أنا حصل لنا سعيدة خالص من عشر سنين كنت محتاجة لحاجة ديه وجد لي غسلة وتلاجة ومرتبة وسريش عمل مستمر في إطار جهود التحالف الوطنية للعمل الأهلية التنموية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكل محافظات الجمهورية جرمين إبراهيم التلفزيون المصري